وأكثر مكان تباع وتشترى فيه الذمم حوزة النجف وكربلاء هي أكثر مكان في العالم تشترى وتباع فيها الذمم على حساب دين العترة الطاهرة وعلى حساب أولياء أهل البيت المخلصين هكذا تباع الذمم وتشترى هذه حقيقة لا أطالبكم أن تصدقوني إنما أطالبكم أن تبحثوا عن هذه الحقائق بأنفسكم وبالسهولة تستطيعون أن تصلوا إليها القضية تحتاج إلى جهد قليل وإلى صبر محدود كي تستطيعوا أن تصلوا إلى هذه الحقائق أنا لا أحدثكم أن تصلوا إلى الحقائق كلها إنما أقول لكم أن تدركوا أن السوق التي يباع ويشترى فيها الناس وتباع وتشترى فيها الأديان سوق النجف لا أتحدث عن السوق الكبير الذي يشتري ويبيع فيه الناس حوائجهم وبضائعهم إنني أتحدث عن سوق مراجع النجف فهؤلاء يعملون كما يعمل القوادون هؤلاء قوادون ولكن العهر الذي يعملون به هو العهر الديني تباع وتشترى الأديان إنها الديوثية العقائدية الديوثية العقائدية هذه ظاهرة واضحة بين أصحاب العمائم إنهم يبيعون ذمامهم الدينية مثلما الديوث الذي يبيع عرضه يبيع زوجته للآخرين فأصحاب العمائم يبيعون ذمامهم العقائدية وذمامهم الدينية وتلك هي الديوثية العقائدية وهؤلاء هم القوادون الدينيون أتحدثوا عن المراجع الكبار وعن أولادهم وأصهارهم ووكلائهم هؤلاء مجموعة القوادين الكبار هذه هي الحقيقة من دون مجاملات من دون مجاملات وهكذا دمرت منظومة حديث العترة الطاهرة ترجمة نانسي قنقر